كيف تفهم ما يجري لجيش الاحتلال في شمال قطاع غزة أن أضفنا إليه قبل قليل أيضا كنا تناولنا خبرا عاجل يتعلق برشقات صاروخية أصابت ديروت مستوطنات الغلاف كيف نفهم العجز عن تحقيق الأهداف التي أعلن عنها الجانب الإسرائيلي في شمال قطاع غزة والذي تجاوز العام يعني أولا في الحقيقة حينما نتحدث عن أهداف الاحتلال الإسرائيلي ابتداء وتأسيسا لا يمكن لأحدا ينكر أن الاحتلال الإسرائيلي أوقع إبادة جماعية على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وتمكن من اقتراف كل هذا التدمير الممنهج لكل معالم الحياة الحضرية والعمرانية داخل قطاع غزة وهذا أقسى في الحقيقة ما يمكن أن يتحدث عنه إنسان علاوة على أن يتحدث عنه فلسطيني بطبيعة الحال وهذا الذي يجعل هذه المقاومة التي تجري في قطاع غزة عموما في شمالية قطاع غزة استثنائية نحن نتحدث عن مقاومة ونمط من المقاومة وظروف للمقاومة غير مسبوكة في تاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي وبنحمن أخص في تاريخ المقاومة الفلسطينية مع الكيان الإسرائيلي لا شك أن المقاومة في قطاع غزة مرت سابقا بمعارك ملحمية بطبيعة الحال مثل معركة العام 2014 ولكن كل المخطات الكفاحية السابقة للفلسطينيين عموما وكل المواجهات السابقة في قطاع غزة لم تصل من حيث الفعل الإسرائيلي إلى مستوى الإبادة الجماعية وتدمير الممنهج لكل قطاع غزة وبالتالي هذا الذي يجعل هذه المقاومة في الحقيقة استثنائية أولا من حيث قدرتها على هذا الأداء المقاوم في هذه اللحظة التاريخية ونحن نتحدث عن 13 شهر من حرب الإبادة الجماعية والتدمير الكامل والشامل التي اكترفه الإسرائيلي في قطاع غزة من أجل القضاء على هذه المقاومة بطبيعة الحال ثانيا نحن نتحدث عن مقاومة ليست مجرد جيوب كما يمكن أن يتحدث الاحتلال الإسرائيلي نتحدث عن قدرات استطلاعية نتحدث عن جرأة وشجاعة نتحدث عن مهارة في تنفيذ الكمائن المتعددة بأدوات ووسائل كتالية متنوعة ونتحدث أيضا عن قدرة على تصوير هذه العمليات ثم نقل هذه العمليات إلى العالم الخارج وبالتالي حينما تحدث الناطق العسكري باسم كتائب القسام في وقت سابق عن أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة مستعدة في الحقيقة لكل الخطط الإسرائيلية المحتملة تجاه قطاع غزة ولسيما أن يكون هناك نمط ما من الاحتلال العسكري طويل الأمد داخل قطاع غزة الفلسطينية أيضا تملك الإرادة وتملك التصميم وتملك العزيمة على التكيف مع هذه الوقائع من أجل الدخول في حالة استنزاف مع الاحتلال الإسرائيلي طبعا أيضا كلمة استنزاف هي ليست كلمة سهلة يعني بالقدر الذي توقع فيه هذه المقاومة هذه الخسائر في آليات وجنود وقادة وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي لا شك أن الإسرائيل أيضا يسعى لاستنزاف المقاومة المحاصرة مقطوعة الإمداد التي تقاتل بأظافرها وتقاتل بأسنانها وتقاتل باللحم الحي وأيضا هو يريد أن يستنزف المجتمع الفلسطيني كله وأن ينهك المجتمع الفلسطيني وبالتالي هذه المعركة بطبيعة الحال معركة كاسية ليست معركة سهلة ولكن المهم أن هناك مقاومة تقف على أقدامها وتثبت صدقيتها وتثبت جديتها بدليل أنها قادرة على تقديم هذا القتال الفريد في هذه اللحظة من عمر هذه الحرب الطويلة والممتدة حتى هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر